وزي ما حاجة بتقول هي دماء جديدة بتضخف شرايين القوات البحرية طبقاً للكفاءة القتالية اللي حاجة نوهت عنها لأن الطالب عندنا البرنامج الإعداد بيبقى طبقاً لبنود الكفاءة القتالية سواء من استعداد قتالي أو تدريب قتالي أو روح معنوية أو انضمات عسكري احنا بنبتدي أول يعني بتطوير المناهج وده بصفة دائمة عشان تواكب التسليح الحديث اللي بيخش القوات البحرية تطوير المناهج بيبتدي أن احنا حاولنا كل المناهج للتعليم التفاعلي الانتراكتف ليرنينج منظومة التعليم الرقمي فالطالب يبقى عنده السنس بتاع الوحدات البحرية الحديثة دي والتكنولوجيا بتاعتها قبل ما يروحها ثم بنظرك بعد كده في الزيارات الميدانية للوحدات ثم النقوات البحرية بتخصص وحدات بحرية حديثة لتدريب طلبة الكلية البحرية داخل المياه الإقليمية ثم عندنا نوعين من المعسكرات فيه عندنا معسكر التدريب الداخلي وده بينفذ لطلبة سنة تانية أو تالتة وده بيتعرف فيه على مصرح العملات البحري لجمهورية مصر العربية سواء في البحر المتوسط منطق الأسطول الشمالي أو البحر الأحمر منطق الأسطول الجنوبي وبيتعرف فيه على الأهداف الاقتصادية والحيوية وقناة السويس وخليج السويس والجزر الهمة والحيوية المعسكرات الخارجية دي بتنفذ تبقى لخطة اتقادة العامة للتدريبات المشتركة وبينفذ فيها الطالب رحلات لدول شقيقة وصديقة وبيبقى فيه تنسيق مع كليات المماثلة لكلية البحرية وبينفذ فعلا أنشطة معاهم فهي إحنا فعلا أن كلية البحرية كلية عملية وبيبقى فيه كسافة في التدريب العاملي في كلية البحرية والله أنا بطمن حضرتك يعني إحنا كلية البحرية زي ما قلت لحضرتك إحنا لوقتي الكلية تحولت كلها للتعليم الرقمي غير التعليم الرقمي كل المساعدات التدريب طورت للإنتر أكتف خلاص ما فيهش الوقت يطالب ما فيهش قدامه الكتاب والألم الورقة هو كلها تفعولي مع المدرس بتاعه فمنظومة التعليم بمساعدات التدريب حتى اليقى البدنية والرمية كلها الحمد لله يا رب بدعم كامل من القادر عامة كوات المسلحة وكوات البحرية في دعم لها محدود كله تطور الحمد لله هو الطالب في خلال إدراسه الأربع سنوات في الكلية البحرية بيطلع اثنين زيارات خارجية في سنة ثالثة وفي سنة ربعة تبقى لخط التربات المشتركة بيزور فيهم دول أجنبية ويتعرفها دول أجنبية ويتعرف على الكلية المواسطة للكلية البحرية بالإضافة للمعسكرات الداخلية دي اللي بينفذها في سنة ثانية وفي سنة ثالثة بالنسبة للمصر حماية البحر المتوسط والأحمر هي طبعا بتختلف لأن المصري ليه شروط ان الولد والجد والمجموع والقسم العلمي والرياضي يعني كل اللي طبعا بتختلف إنما هي الشروط العامة المكتب تنسيء الأكاديمية العسكرية هو واحد على الكل يمكن الكلية البحرية بتأكد شوية على السباحة وقفزة السقة وبرضو أنا عايزة تطمن حضرية كتير ما حاجة سألت في الموضوع ده إن الأكاديمية العسكرية والكليات بتاخد من جميع البيوت المصرية ومن جميع فئات الشعب المصري هو فيه اختبارات تفضيلية اللي هي اليقى البدنية والطبي والنفسي هو ده لو الطالب قده بامتياز هيخش الكلية لو عايزها بدون فرق من أي حد والله أنا بتمنى لهم كل خير يا رب أنا بس يعني لو حاجة تسمح لي أن أنا أوصيهم بالانضباط العسكري أول حاجة إن هم يعدوا نفسهم كويس جدا إن هم يخلي بالهم من مرقصيهم ويقربوا من مرقصيهم ويعلموهم ويعرفوا مشاكلهم ويعملوا على أنحل المشاكل المرقصين أنا عايزهم قدوة لزميلهم في الشغل ومش بس في الشغل حتى برى الشغل لأصدقائهم والأسرهم لأن هم دول الرجال الأشداء اللي فعلا الوطن بيستمدوا